طيب انت شايف ايه من وجهة نظرك ان الاتحاد الدولة بتدخل في اختيار التحكيم في المباريات المهمة جدا هل في فساد في التحكيم فعلا ان احنا شايفين في حكام بتعمل اي حاجة في كل حاجة في المباريات ان الاتحاد الدولي يتدخل في اختيار الحكام يعني معنا ان ما فيش اتحاد افريقي هو يعني اعملية التحكيم دي يعني كانت من المشاكل اللي يعني لقنا صعوبة انك تحلها المشكلة انك كاتحاد افريقي يعني بتحاول برضو انك تنمي مستوى التحكيم في دول القارة لكن الاتحادات لها مسئولية يعني انت مهما عملت لو الاتحادات مطورتش نفسيها ورفعت مستوى التحكيم عندها هتدخل الاتحاد الدولي انت هتعمل ايه ما انت بتختار منه والاتحاد الدولي هتعمل ايه ما الاتحاد الدولي لازم برضو يطور التحكيم في الدول دي لو ما طورش لو ما اقدرش الاتحادات الاهلية انها هتطور التحكيم هتجيب منين هو بس فيه فساد في التحكيم يا رش مهانس فيه فساد في التحكيم وفساد مش عاوزه لك مسلا ده بجاه لي لا ده فيه حاجات ساعد احيانا متبقى مقصودة ولا انتشاف اي من وجهة نظر هو فيه في السنوات الاخيرة خصوصا يعني مستوى التحكيم تداور جدا في فيه فافرك